السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا بيكم معكم مسحبة رجاء من نهو ده ان شاء الله سنة خمسة نكمل مع بعض شرح منك من كتاب بيت بيت عشان بو عشرين فاصل الدراس الاول والنهار ده ولد نبدأ مع بعضين يونيت سكس الواحدة الستة اخر واحدة معانا في المنهج يعني كيف يبدو الطاقس في الفيديو ده عشان نخلص المنهج معانا الدرسين الاول والتاني من الواحدة الستة يبقى الفيديو بتاع النهار ده معانا الدرس عنوانه زاوذر يعني الطاقس عند التاتش بتتنطق ذال ذاوذر ذاوذر يعني الطاقس طبعا دلوقات انا عند البن بكاية بالكلمات العين الرئيسية في الدرس الاول كلها متعلقة بالطاقس زاوذر اول كلمة معانا سحابة كلاود 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 سحابة كلاود كلاود ملبت بالغيوم كلاودي كلاود يبقى سحابة كلاود ده اسم لما اجب بقى خليها اي حال الفير بنحط الهاواي يا ولاد كلاود 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 مطر رين ممت الريني برضو رفنا الهاواي مطر رين ممت الريني رين ريني يبقى كلاود 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 رين ريني رين ريني ريني رياح ويند ويند لما يبقى عاصف بقى وشهد الرياح برضو ندفلها واي تبقى ويندي الشمس سن يبقى مش مش سني هنا بقى بضعف الان مرة عشان قبلها ايه حرف ايه متحرك تبقى سن سني كلاود كلاودي رين ريني وين دي سن سني عندنا جليدي سنو سلج ايس كوس كزح ريمبو عصفة ستورم جليدي سنو سلج ايس كوس كزح ريمبو عصفة ستورم يبقى سنو ريمبو ستورم اقولهم تاني كلاود كلاودي كلاود كلاودي رين ريني رين ريني وين دي وين دي وين دي وين دي سن سني سن سني سن سني سنو سنو ايس ايس ريمبو ريمبو ستورم ستورم كلمات أخرى مقدم برنامج يعني خبرية أرصال جوية للوذر ومن اللي بتطلع تقول لك النشرة الجوية كده في النشرة في الأخبار أخبار نيوز طبيعي نورمال ظل شيد مناخ خاص تنوع الليلي نايت وحفظ على البرودة دافئ ورم كل عام حوالي النهار دي 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 درجة الحرارة ديجري 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 يبقى نايت نايت كيب كول كيب كول آه وورم وورم بيريير والأي إي دي الدين دفئ الفعل آخره إي الإي دي للفعل لا ينتهي بالإي الإي دي لازم يكون الفعل آخر واي وقبليه ساكن عشان بعض في الواي وحط مكانها آي إي دي لكن لو واي قبلها متحرك قولنا نسيبها زي ما هي منفحش حوش الواي بعد متحرك منحط لها بعدها الإي دي طيب دي أفعل غير منتظم ليس لها قاعدة سابتة فلازم ياولاد نعمل ايه نحفظها زي ما فس كما هي يعتقد أو يصدق believe دي أخرها إي باكد أندفلها إي دي بس believe 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 يسأل ask أندفلها إي دي ask it ask 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 ينادي call cold call cold تمت rain 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 believe 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 ask ask call cold call cold rain 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 يحضر bring bring brought bring brought bring brought يأتي come came come came come came يسقط fall fell fall down fell down fall fell fall fell ينهد get up get got get got يستمع here 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 يقري run 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 يبقى bring brought bring brought come came come came fell fall fell fall 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 get got get got here 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 run 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 I'm bringing you the news of the weather in Egypt today بعد كده it's going to be rain in كايرو سيكون الجو متر ايه في القاهرة how often does it rain in كايرو كم مرة متر في القاهرة it's never very cold in شرم الشيخ but today we have some ice لم يحدث ان يكون الجو بريد جدا في شرم الشيخ لكن النهار ده بالتحديد لكن اليوم لدينا بعض السلج او الجليد luxur is going to have a storm so stay at home ستواجه الاكثر عصفة شديدة جدا لذا ابقى بالمنزل we have a nice variety of weather in Egypt لدينا تنوع في الطاقس في مصر we have a nice variety of weather in Egypt لدينا تنوع راع في الطاقس في مصر the desert has a very special climate السحراء لها مناخذة طبيعي خاصة للغاية it was hot and sunny last weekend and I stayed at home لقد كان الجو حر ومشمس نهاية الاسبوع الماضي ومكاثته بالمنزل the night is so important for everyone in Egypt نهر النيلز وهمية كبيرة عند الجميع في مصر Alexandria has around eight times more rain than Cairo Alexandria has around eight times more rain than Cairo الإسكندريا لديها حوالي ثماني أضعاف الأمطار في القاهرة language functions الوزارف اللغوية أول حاجة للتنبؤ عن حالة الطاقس نقول it's going to be سوف يكون كذا وحالة الطاقس والمكان مثال it's going to be سوف يكون ايه hot hot in Egypt في مصر الطاقس يكون حر في مصر it's going to be hot in Egypt لاحظ الفرقة بين كلمة جليد snow تلج ice طيب الجليد snow بنستخدم الوصف الجليد المتساقط من السماء اللي هو تمطر سالجا snow وأعلى قوم الجبال اللون أبيض ده يا أولاد ويكون لون أبيض أما كلمة سالج ice تصف الماء المجمد ويكون شفاف تلج اللي عندنا ما نحط في التلاجة ده اسم ice لكن snow كلمة تانية يا رين المطر فين المطر أنا مش شايف مطر ممكن تكون دي تباسبة دلوقتي ريم بو كوس كزح أهو بعد كده يا أولاد عندنا snow تمطر سالجا دي عصفة storm دي رياح wind شمس sun فاضل عندي رين وعندي storm دي كده رين دي المطر ودي storm مليا العصفة عايزين نعمل ماتش كلاودي غائم كلاودي sunny مش وين دي شديد الرياح رين مومتر sell guys store معصفة تمام what are they talking about بيتكلموا عن اي عما يتحدثون تعال نشوف weather in four cities in Egypt بيتكلموا عن الطاقس في أربع مدن في مصر ولا weather in five cities بيتكلموا عن داولة هتكلموا نهاردة عن أربع مدن من حالات الطاقس خبرت الأرصاد بتقول good morning صباح الخير everyone جميعا I'm bringing you the news of the weather in Egypt today أجلبوا لكم أحملوا لكم أخبار الطاقس اليوم في مصر It's going to be rainy in Cairo الطاقس هيكون أولاد ريني في الكهرة دي أول مدينة معنا فالبرزينتر اللي هو المقدم من برامج قال لها rainy in Cairo مستغرب ممطر في الكهرة How often does it rain in Cairo بتمطر أصلا كم مرة في الكهرة بتمطر كتير يعني It's always sunny زي للطاقس أنك دائما بيكون مشمس قلت له عين وأعلم بطو دي إيت سرين لكن النهاردة هيكون ممطر قال لها What about شرم الشيخ ماذا عن شرم الشيخ قالت له It's very cold in شرم الشيخ الجو It's never very cold in شرم الشيخ الطاقس أبدا مش بيكون أو الجو مش بيكون أبدا cold في شرم الشيخ بطو دي لكن النهاردة we have some ice عندنا في شرم الشيخ أولاد الجليد الله I don't believe مش ميصدق What about أليكزاندريا طب اسكندريا بقى قالت له It's going to be windy الطاقس يكون عاصف في اسكندريا زرسي نورمال ودي حاجة طبيعية طبيعي نورمال لأن اسكندريا مدينة سحلية ولد في الطبيعية نية فيها إيه ليه الهواء ده It's sometimes windy in أليكزاندريا لأنها بتكون أصلا ده المعتاد أو هي أحيانا بتكون إيه windy in أليكزاندريا قال لها Thank you and finally في النهاية What about لوكسر سأرها على مباعة الميدان الرابعة لوكسر قالت له Oh this is very important السؤال ده مهم جدا This is very important ليه لوكسر is going to have a storm لوكسر تتعارض لوكسر إلى عصفة شديدة So stay at home لذلك ابقى فين بالمنزل يبقى تكلمنا على كايرو وتكلمنا على شرم الشيخ وأليكزاندريا ولوكسر أربع مدن مصرية استمع للنص مرة أخرى سمعك من الجدول القاهرة أولادها يكون ريني تاني حاجة كان عندنا مين شرم الشيخ هيكون فيها إيه هيكون فيها آيس بعد كده كان عندنا مين يا أولاد عندنا أليكزاندريا ويندي بعد كده عندنا لوكسر ستون أي المدن أقصر خضرة تعالي يا رأي عشان نشوف تتكلم عن التاكس في مصر إذا وزرق إيجبت إيجبت إحنا عندنا تنوع جميل في التاكس في مصر يعني ولا عندنا حر دايما ولا برد دايما عندنا تنوع غير الدولة الأوروبية ممكن أن ترى طول السنة عندهم شتاء طول الشتاء برد مش بيشوفوا الشمس عشان كده قلنا نحب عندنا مصر يستمتع بالتاكس الجميل برد عندنا تنوع في التاكس في مصر التنوع يعني اختلاف قال لك تنزل من خمسين تنزل كم في الشتاء تصل إلى 12 درجة مئوية بإحنا عندنا تنوع في التاكس السيك بيكون حر جدا الشتاء بتكون برد ندخل بقى الصحراء المصرية والتاكس اللي بميزها قال لك زرزلت الصحراء لها مناخ ميز جدا بيقول لك لها من التاكس ده حالة التاكس الوذر حالة الجو في فترة قصيرة لكن الكليمت حالة الجو في فترة أي طويلة المناخ بتاع السحراء مميز ليه بيقول لك النهار بيكون حر جدا والعيالي بردة جدا يبقى التاكس بتاع السحراء هوا جدا في النهار برد بالليل في النهار حر بالليل تلج في النهار حر بالليل تلج وبرد. يعني درجة الحرارة بالليل ممكن تنزل لحد صفر ماوي يعني دخلين كده على فريزن جدا جموت. ده معنى ده معنى الناس العيشة في الصحراء بيحاولوا يحتفظوا بالبرودة امتى يولاد في النهار ويحاول يكون ورم امتى اطنية بالليل. قالك مش بتمطر في الكهراء. يبا احنا انتقلنا من مناخ الصحراء اللي بيكون حر في النهار وبرد بالليل. فالناس في النهار بتحاول تكون كول وبالليل بتحاول تكون ايه ورم. دخل بقى على ايه منصوب المطر في الكهراء. قالك مش بتمطر غالبا في الكهراء. منصوب المطر في الكهراء حواري 25 ملي متر سنويا. نسبة ضئيلة جدا لا تذكر. ده بيكون قليل جدا لو قرناها بعيب دول لندن انت عايش في لندن. لندن has about 600 ملي متر سنويا. منصوب المطر في لندن ياولاد ستمائة متر سنويا. شايفين تقريبا يعني اكتر من اربعة وعشرين خمسة وعشرين ضعف. احنا خمسة وعشرين هما ستمية. دلوقتي بقى لازم تعرف اهمية نهر النيل بالنسبة لمصر. بيعمل ايه? قالك يجلب المياه لمصر من ناحية الايه الجنوب. نار انه يدخل مصر من هنا من الجنوب ياولاد. ده الجنوب ده الشمال. يفضل ماشي كده في مصر يتفرع بقى فراعين ده ميات وراشير ويصب فين في البحر المتوسط. بحر المتوسط في الشمال. يبقى بيخش مصر من ناحية الايه الجنوب. مصر عندنا مثال يعطيها مسهل بقاء سكندرية على البحر المتوسط فاح مطر شديد. flies around eight times more rain than كيرو. وما الكم على نوع نفعش مطر الكثير. لو مرعب ببقى عند سكندرية فيها 8 اضعاف في المطر في مطر في الكاهرة. يعني لو مترات عندنا مرة في القاهرة تمطر 9 مرات في سكندرية. 8 اضعاف في سكندريا المطر. المطر الشديد اللي بقى في اسكندرية بتخليها ايه؟ this why it's it's very Challenge ده اللي بيخليها ايه مدينة ايه اكسر خضرة. بهاي المدينة اكسر خضرة. طبعا مين يا ولد الاجابة? الكزاندريا. لان فيها مطر ايه شديد. تعا نكمل ايه هي اللي فيها ايه منصوب المطر بيكون ايه? خمسة وعشرين دي كايرو. بتكون جفة جدا. حرة جدا في النهار. وفي ريكل ده ايه دي مني وليد الديزارت. ات رينز. اللوت بتمطر كتير. ازان يعني كاير. بتفعيل مطر اكتر طوال مرض من القرد ده من الكزاندريا. الكزاندريا. بتين تمانية وتلاتين تدربات الدرس الاول. لسنا نراي ترو الفلساس مع النصر شوفوا الجمل دي صح ولا غلط. دربت الدرس الاول معنا يولاد اول سؤال زي ما قلنا سؤال الاستماع. من غير ما اسمع النصر. احنا ده الجمل جاي من الدرس. بيقول لي ايه جيبت. مصر بيكون السيف بتاعها حر جدا. طبعا دي ايجابة صحية. هتبقى دي ترو. هكتب ترو. بعد كده فصول الشتاء. عندنا ار كولر بتكون اكسر برودة دي برضو ايه ترو. بعد كده السحراء بتكون حرة جدا. برضو ايه ترو. سوف يكون ايه ان كايرو? رين? يمطر? كلاود? سحابة? ولا ريني? ممطر ولا ويند? رياح? طبعا هتكون ريني. الوقت عاوز اذكر حالة الطاقس. تمام? فبجيب الادفرب اللي هو الحال. it's going to be rainy in كايرو. we have not summers in ايجيبت. اه فصول الصفة عندنا في مصر ما لها يا ولاد? رين? مطر? ولا هوت حارة? ولا كولد بردة? ولا هاي مرتفع طبعا هوت? it's very not. at night in the desert. الطاقسي ما له بالليل يا ولاد في الصحر بالليل? كولد بارد? small صغير? sunny مشمس? رين ممتر? طبعا بيكون كولد. now the temperature. درجة الحرارة. in كايرو. is 27. 27 سبع واشرين ايه? درجات ولا مستويات او درجات المدرسة الدراسة مرات ولا ماركز علامات. طبعا درجات الحرارة. درجات حرارة. نعمل ايه الماتش? سؤال ديزرت الصحراء. هاز. هاز فيها ايه الصحراء? very special climate. لها مناخ وميز جدا. which? سيري? اي مدينة? is very green. خضراء. ليه الالكزندريا. بايز اسيب جوار البحر. it rains a lot more. تمترو كسيرا. اوار وينترز فصول الشتاء عندنا. اوار كولر اكسر بروضة. دي كده زيادة. بتن تسعة وتلاتية. رودة زودة سميك كوريكت سنتنس. it it is sometimes. ويندي. احيانا بيكون الجو عاصف او شريد الرياح in الكزندريا في اسكندرية. how often does it rain in كايرو? كم مرة تمترو في الكاهرة. we have a nice variety. of weather عندنا تنوع غامل في التاكس فين يا ولاد? in Egypt في مصر. the desert has a very special climate. السحراء لها مناخ. اه? مميز جدا. البنكتويت. بالنعين بتروح على والحرف الجملة لازم يكون كابتال لتر. what about alexandria? ليه بتاعت اسكندرية اللي مش معمولة كنت عملتها عشان دي مدينة. ده سؤال باقي مرة استفهام. احط كويتش الماركة علامة الاستفهام. الاي كابتال اول كلام. الابوستر في محطوطة. it's going to be rainy in كايرو. سبتع كايرو برضو معمولة. نحط النقطة. اعاوز عن ايه يا ولاد? عن the desert الصحراء. هاتكلة لما ناخد الصحراء. خدناه في الدرس. ومجابع عنه في نهاية الوحدة صفحة متين. اتنين وستين. نهاية كلة واحدة بيجب الموضوعات المطلوبة. listen one is the desert. the desert has every special climate. الصحراء عندنا لها مناخ وميز جدا. it has very hot days. بيكون في النهار بيكون حر جدا. and very cold nights. والليلة بتكون بردة جدا. حر في النهار بردة بالليل. some people بعض الناس. live in the desert بتعيش في الصحراء. these people للناس دي بقى try to keep cool in the day. بتحاول تحتفظ بالبرودة نهارا. and work at night. ويحاول يحتفظ بالدفء بالليل. the desert is a very interesting place. الصحراء دي مكان ايه? شيك او ممتع جدا. تمام? يلا بنا بقى نرجع ونشوف الدرس التاني. الفين واربعين عندنا لسنتو الدرس التاني عبارة عن توبارتز جوزئين. بارت وان بيتكلم على ذا وزر اللي هو الايه? الطاقس بردو. تمام? عندنا اكستريم وزر اللي هو الطاقس القاسي. اكستريم وزر. اعصار تورنايدو. 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 موجة المادة والجزر اللي هي بتاعة البحر دي هو اسمها تايدل ويف. تايدل ويف. تايدل ويف. آآ ريح قوية strong winds. اللي هي تايدل عصيفة storm. عصيفة storm اللي هي ريحة القوية يا ولد. strong winds. strong winds. strong winds. strong winds. storm. storm. عندنا عصيفة رمليلة هي العصيفة المحملة بالرمال اسمها sand storm. sand storm. sand storm. موجة حارة هيت ويف. هيت ويف. هيت ويف. بعد كده عندنا فيضان فلد. 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 اعصار تورنايدو. 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 تايدل ويف. تايدل ويف. تايدل ويف. تايدل ويف. strong winds storm 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 sandstorm 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 heat wave heat wave فيضان فلد فيضان فلد فيضان فلد صرخة cry 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 قريب nearby 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 زلي shade shade مرة بي يعني past past الافعال عندنا اول حاجة افعال منتظمة ليابنجيب الماضي بضافة دي لو الفعل اخر اي او اي دي ازا لم ينتهى بال اي او اي اي دي لو اخر واي وقبلها ساكن دول بامر همش قاعدة ثابت بيحفظوا اي كما هم يترك الباب نوك الكي سايلنت ولا تنتهى بال اي بحنحط لها اي دي الناحية التانية يبقى نوك 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 يبقى stay stayed ال واي دي قبلها addها متحالش باشي هم ونحط الها الاي دي استي ستيد يرد الابلاي دي EMAي قبلها ساكنها اروح اراح فائقة ونحط ما كانا الاي اي دي ري البلاي ري برايد يتخاطى باز بازد shine leben ابقى نوك 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 دي نوك نوك دي ستيد 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 است spam right reply 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 برايت. باز بازد. باز بازد. باز بازد. يصبح بيكم. الماضي منها بيكم. بيكم بيكم. بيكم بيكم. يشعر في الفلت. في الفلت. في الفلت. يعرف نونيو. نونيو عند الكيس. نونيو. نونيو. اه بعد كنا عندي برضو ايه. دبا مش يعرف ددي يسكت. يسكت فول فل. فول فل. يركض لاي لي. لاي لي. بيكم بيكم بيكم. في الفلت. في الفلت. نونيو. نونيو. في اه فول فل. فول فل. لاي لي. لاي لي. تين واحد واربعين. عندي ديفنيشن زي التعريفات. عندي هيت ويف اللي هي الموجة الحارة. قال لك. عندما ترتفع درجة كتر حرارة جدا. لأكتر من اربعين درجة. and no one can do anything. ولا احد يستطيع ان يفعل شيء. تمام? قال لك. ادرس التالي. هيت ويف. الموجة الحارة. is when the temperature goes very high. الموجة الحارة تحدث عندما ترتفع الدرجة الحرارة ولد بدرجة ايه كبيرة. هيت ويف is when the temperature goes very high. تاني حاجة. we stayed in the shade. نجلس في الظل. او نبقى في الظل. and tried to drink lots of food. ونحول نشرب الكسر من الماء. we came back on the shady side of the street. we came back on the shady side of the street. عودنا من الجانب الذي به ظل في الشارع. مش هنا في الجانب المظلل. the very hot summer became a hate wave. اصبح الصيف الحر جدا موجة حرة. سيدة سوهير هي سيدة عطوفة او طيبة في السبعينات من عمرها. we didn't know what to do. لم نكن نعرف ماذا نفعل. we went to the stores زهابنا للمتجر. الكلمات ده احطها تحت الصور. فلد فيضان. فين الفلد? heat wave موجة حرة. send store مع صفة رملية. strong winds of storm. strong winds of storm. high the wave. 242. read talia's story. نرى الكسة بتاعت talia. what did she and her friend do? ماذا فعلت هي وصديقتها. my heat wave story. كساتي في الموقع الحرة. the very hot summer became a heat wave. اصبح الطاقس الحرة جدا بنسميه يا ولاد دلوقتي بنسميه موجة حرة. طيب. a heat wave تحدث امتى الموجة الحرة? when the temperature goes very high عندما ترتفع درجة الحرارة. above 40 degrees لا اكثر من اربعين درجة معوية. يبا احنا بنقول ان الصفة الحرة جدا يا ولاد. اصبح ايه? تحدث امتى ال heat wave لما درجة الحرارة بزيد عن اربعين درجة معوية. and one can do anything. ومحدش بيكون قادر يعمل حاجة. لان ايه? الحر بيعمل حاجة زي الهبوط كده ولا تحس انك مش قادر توقف اصلا. we stayed in the shade. في الوقت ده لازم نبقى في الزل. and try to drink lots of water. ونشرب ميا كتير. mom asked me and my friend لمية. وما طلبت مني انا وصحبتي لمية. to go to the store. نروح لها المتجر. نازم الى المتجر. store. lay to buy. ودر ملو نجيب بطيخ. grapes. عنب. and lemon. ونجيب لها ليمون. to make lemon. عشان تعملنا عصير لمونا ده. to call us down. علشان نشعر ايه بالانت عاش. او تحفظنا ايه? نشعر ايه بالبرودة. we went to the وستروحنا فعلا للمتجر. we came back. وحنا راجعين بقى. on the sherry side of the street. كنا ماشيين في الجنب المنزلة بيننا الشري. عنا ماشيين كده في الضل. بعيد عن الشمس. and passed all our friends houses. وعدين من على كل منازل صحابنا. في حاجة حصل بها. صدر لي فجأة. we as we were passing ميسس سوهير زهوس وحنا نعدي من قدام بيت الميس سوهير. we here ده اقراي سمعنا صرخة. صرخة اقراي. ميسس سوهير is a very kind lady in her seventies. and lives with her son. سوهير دي سيدة طيبة جدا في السبعين من عمرها وتعيش مع ابنها. but he goes to work in there. لكن في النهار بيكون في عمله. لم يا اند اي. لم يا وانا. where ورد الينا جدا لما سمعنا الصرخة دي. and missus سوهير زهور was a bit open يعني كان مفتوح قليلا. bit open يعني مفتوح قليلا. so لذلك we knocked and called. خبطنا ونادينا. missus سوهير at first there was no reply في البداية ما كانتش فيه اصلا اي رد خالص. then we heard a quiet voice. سمعنا صوت هادي. i am here قال انا هنا. we went into the kitchen. دخلنا بقى المطبخ. and she was on the floor لانها كان ايه على الارض. هل بمي بتقول ساعدوني. she said. at first there is في البداية. طبعا عن دول اطفال. بيقول we didn't know what to do. مش عارفين نعمل ايه. عارفناش نعمل ايه وقتها. but then i ran outside. فانا بقى روح تجال يا ايه. لبرا كده جرت الى الخارج. and so mr. مونيب. وشافت واحد اسمه المستر مونيب. من ده. who work is nearby الذي يعمل بالجوار. واحد اسم مستر مونيب. يعمل بجوار. بيت مس ايه سهير. مستر مونيب بليس هلب مس سهير. تعال بسرعة يا مستر مونيب ساعد المس سهير. مستر مونيب كاميرا نجي معايا جاري. running. came running. we all helped get mrs. سهير onto a chair. كلنا ساعدنا فان احنا عادها على الكرسي. then we gave her lots of wood red inها مية كتير ان جو كان حر جدا. and some of our food وبعد من الفاكهة اللي كانت معانا. she said she went to the kitchen. قلت ان هي كان ايه? رايحة المطبخ. to get some wood راح اتجيب مية علشان تشربها من الحر. but she fell to a little child بالمرضي. يعني داخت كده شوية. and fell down. وسقطت على الارض because it وصهت ان جو كان حر جدا. اللي وقاحة ان الحر الجو كان سهت. طيب she couldn't get up ولم تستطع عنه. she was very happy كان السعيدة جدا. we heard. here ان احنا سمعنا صرختها. and we were happy. واحنا برضو كنا سعداء. we could help here ان احنا سعيدنا استطعنا ايه مساعدتها. اقرأ مرة اخرى وردت بالجمل في الترتيب الصحيح. it was a very hot دي كان يوم حر جدا. الجو كان حر جدا. تالي. andy لمس تيت انزا شيت اتوم. كانوا عاديين في البيت في الزل. تالية ولمية. جات بقى ايه? تالية زمام. اسكت زمتو جوتو زو السورة. قلت لهم وروحوا يولا للمسجر هاترنا شوية حاجات. زي وير انزا سريت اند هير دا اكراي. وهم في الشرح سمعه صرخة. ميس السوهير ووز لاينج ونزا فلور. اللو سيدة سور ملقاة على الارض. فعملوا ايه? زي وير وانزا. لا هنا. مستر مونيب. and زجال لزهيل بالمسجر. فالمستر مونيب البنات ساعدوها. تمام? وان سري فايف سيكس فور تو. دي دي نوع لتعلم. اكثر يوم حرارة في مسر كانت درجة الحرارته واحد وخمسين واحد من عشر درجة في اسوان. تدريبات الدرسة التاني الجزء الاول. تمام? هنستمع واناكمل الفراغات. النص بيقول بيكمل الجو ايه كان حر جدا. بعد كده الناس كانوا بتمشي في الزل. بتاع العشجار في الشارع. ان انا مخرجش من البيت ابدا اليوم ده. يا ولاد كاتات واربعين درجة لا حد استطيع ان يفعل شيء. بقى اكتبين ايه? نقطة طول دي مينوت تجاوة. مين اللي قاله ما تخرجيش? ها? ماي ماذر. انا اختار. انا از وين. درجة حر متفعة جدا. مش سميها ايدي تورنيدو اعصار. فلط فيضان. هيت ويف موجه حر ولا ويندر يحطم عندي هيت ويف. يسر دي بالامس. في الجو كان ايه? اربعة واربعين درجة معوية. يبقى الدقس ده ايه? اربعة واربعين درجة. كل ده كان بارد. حار. كول ولا فلط? طبعا كان هوت. وين اتس هوت لما الجوه بيكون حار. وين اتس هوت. ويستي ان ذا. نبقى فين لما الجوه يكون حار? في الدزرة في الصحرة. شايد في الزل. صنف الشمس. روف على السطح طبعا في الزل. في التقس الحار. بنعمل عصير اللي يقول ليه? كول عشان يبردنا? كول ينعش? ولا هوت ولا انت معناه كول اس دون? نشعب اللي انت عاش. لوكسر هيكون في عصفة. نزلك ابقى بالمنزل. ما تقسك المفضل. نبقى في الزلد. وين اتس هوت لما الجوه بيكون حار. زي هوت سامر. الصفة الحارة جدا. بيكم اهيت ويف اصبح موغة حارة. الترتيب ات وز في ري. روز اه. اتس هوت دي. كن يوم حارة جدا. وي وين تو زه ستور. زهبنا للمطقر. بس السهير. از. افيري. برضو. كاين دي. سيدة طيبة جدا. وي دي دينت. نو. وات. تو دو. لم نكن نعرف ماذا نفعل. وانك توش نضبله معمول اول الكلام وير كان يوفايند ايتش تايب اوف ويذر. كوزشان مارك. اوه كده دباك التعامل هي قصة المعمولة. اللي ما عنديش حاجة تانية نقصة في الجملة. وير كان يوفايند ايتش تايب اوف ويذر. ايه النتاجة ايه? انواع مختلف ايه للتغسل. لابعنا عندنا فين في ايجيبت. بعد كده عندنا ويكيم باك تو زي شدي سيدة رجعنا في الجنب الايه? الايه? المزلل. الاول في زل. طبعا الموضوعات موجودة في نهاية الوحدة صفحة متين اتنين وستين. النهاردة عايز ايه? ساندسترم اللي عصفة رملية. ساندسترم. لاست بوك الاسبوع الماضي. ما كان فيها عصفة رملية. كنا رايحين انا معيلتي اللي هرمت بالسيارة. واحنا ماشيقين في الشارع. زير وز اساندسترم كان فيها عصفة رملية. ببالك في النوافذ الايه? السيارة. ماي فاظر كورين سيزا رود. قابل لم يستطع ان يرى الطريق. زا ساند ووز افري ويل ارمان كيت في كل مكان. وين زا ستور وين تاوي. وعندما زهبت العصفة بعيدا. ويعرايبت اتزا بيرامات سيليد. وصيرنا الاهرامات متأخر. لان اول ما كان فيها عصفة رملية. وقفوا بالسيارة لحد ما العصفة ايه انتهت. الجمعة الهمة. نحن نأكل دايما الشاورما يوم الجمعة. نصيكت احيانا قبل الساعة السابعة. علا لا تتعب بعد العمل. اتحدى زي من اللغة الانجليزية. فحصة لغة الانجليزية. اي وجوة لي. اتناول عادة للغداء. الجرامر عندي سهلة جدا. مضارع البسيطة اخدناها قبل كده شرحناه. آآ زمن المضارع البسيطة مع الفعل بيكون يا ولاد في المصدر يعني بدون اضافة. وضمار الجامع الفعل بدون اضافة. لكن مع الهو الشغل ات. بيكون باضافة اس او اس او اي اس. مضارع بسيط مع ال اي والو والزي واليوفعل بدون اضافة مع الهو الشغل ات بالاس والاس والاس. البربس اوف ريكوانسي ظروف التكرار. تستخدم ظروف التكرار للتعبير عن مدى تكرار حدوس الفعل. وتأتي ظروف ظروف التكرار عادة بعد يا ولاد بعد في ربيتو بي. وقبل الفعل الاصلي. يبقى ظروف بيسمح لهم يجوا قبلي مين يولد الفيربيتو بي. اللي هو الام والاز والار. عندي خامسة من ظروف التكرار. الفيربس اوف ريكوانسي. اقوى حاجة عندي الحاجة لما يكون بعملها على طول يوميا او باستمرار. نقول دائما always. دائما always. نسبة التكرار one hundred percent. بعمل حاجة دي على طول دائما. مش بفاوت وقت. always دائما. عادة يوجوالي. ده اتي percent. نسبة تكرار الحدوث الفعل معي تمانين في المية. يوجوالي. غالبا often. دي سايلان. often. 70 percent. احيانا sometimes. دي 50 percent. sometimes. حاجة مش بعملها اصلا يبقى عبدا never. يبقى always. always. usually. usually. often. often. sometimes. sometimes. never. never. I always go to the club. on sunny saturdays. عمل ايه قبل الاي. قبل زرف التكرار. يجي فين قبل الفعل. الاصلي. go. طبعا مع الاي باخد الفعل وجوه فعلي بدون اضافة زي ما قلنا. مدرع بازات مع الاي فعلي بدون اضافة. I always go to the club. on sunny saturdays. انا بروح. النادي في الايام السابت المشمسة. I often. ادي الاي. واد زرف التكرار واد sit. sit on our balcony. on hot nights. انا بقعد في البلاكونة في الليهاية الحارة. جي بقى الفيرب بتو بي قال لهم لا مش هتيجوا قبلية. انا لازم انا اجي قبلكم تتيجوا بعدية. فجاءت الاي خادت الايام. جيب عدوهم من الالوز. I am always in bed at eleven. انا دايما بكون نامة الساعة داشر. الات تاخد اس. ادي الات والاس واد النفار جات بعدهم برضو. بقى الفيرب الوحيد اللي بيجي قبل زرف التكرار الفيرب بتو الام والاس والار. لكن اي فعل تاني بيجي بعد زرف التكرار. بنركز في الحاجات دي تمام? it's never very cold in شرم الشيخ. يعني التقز مش بيكون برد جدا في شرم الشيخ. طيب انا باخد ظروف التكرار النهار ده ليا عشان هستخدم جلوبة استفهام. اسمها اوفن يعني كم عدد المرات. واستخدم ظروف التكرار بقى في الاجابة. بنستخدمها للسؤال عن عدد مرات حدوث الفعل في زمن مضرع البسيط. هاو اوفن. طبعا لو عند الدمار اللي الفعل بتاعها من غير اس باسر عنهم بالدو. عند الهيو الشو اللي ات بياخدوا اس اسر عنهم بالدز. يبقى الدو مع الجماعة اللي من غير ايه? من غير اضافة. والدز مع الجماعة بتاعات الاس. الحاجة الحلوة بقى اني سواء باسأل بدو. او باسأل بدز دايما في السؤال فعلك في المزر من غير اس ومن غير اي حاجة خالص. فعلك في المزر يعني بدون اضافة. يبقى لما تسأل بهاو اوفن بالدو او بالدز على حسب الفعل اللي عندك الفعل بتاعك يكون في المنزل. اليو اثر عنها بمين? بتدو. بتلعب الكرة الكادم كم مرة? تقلب الاي. اليو الاي طيب اي اولوز بلاي فوتبول. لما سألت على الهي او اللي روحت سألت بمين بقى بالضس? برضو فعلي فين في المنزل. يبقى ميزة السؤال بالدو والضس? الفعلي بيكون منزل لكن بقى الهي تاخد الاسم بتاعتها ايه في الاجابة? قال لي برضو الفعلي هو. زل في التقرير جيبها بعدين الفعلي حطي اللي مين بقى? الاس خادت اللي ايه? الاس بتاعتها من الضس. هي نيفر بلايس فوتبول. بسأل بسأل بدو ضس فعلي في المنزل لكن لما اجاوب معا. هي وشي ولقيت بقدر الفعلي الاس بتاعته هي نيفر بلايس فوتبول. افعال تأتي مع الاسماء. تعالى يستحمي تاك اشاور تاك اشاور تاك اشاور. يالسيكز متأخرا انت جيت اوب ليت جيت اوب ليت. يأكل الشاورمة ايت شاورمة ايت شاورمة. يأكل فراولة ايت السروبرس ايت السروبرس. يلعب العاب الفيديو بلاي فيديو جيمز بلاي فيديو جيمز. يعد طعام العشاء ميك دينار ميك دينار. يتحدث الرغة الانجليزية اس بيك انجليش اس بيك انجليش. يعمل واجب منزلي دو هومورك دو هومورك. رايت زوردس اكتب الكلمات في المربع في المكان الصحيح. استمع وتحقق. اللي نسبيتها والهندرد برسنت الاولويس. التمانين من يا ولاد يوجوي. دع الكلمات بالترتب الصحيح عشان ادي جمل. ماشي. شيل ولو اعملها شينفر. ايتس ريد ميت. بجي بتاكل لحمة حمرة. هي سمتايمس. بلس فوتبول وز هس فرنز. يلعب كنت قدم مع صحابه. وي سمتايمس. ويكب بفور سيفن بي ام. اي يوجوالي هاف اصاندويتش فور لونش. عولا. از نفر. عملنا هي لازم اجيب في بتوبيه قابل لزرف التقرار. ما يتحكش علينا ابدا. بل بتوبيه الواحد اللي بيتحك على زرف التقرار ويجي قابليه. نفر. عولا از نفر. طيب مش بتتعب ابدا. امتا? افطر ورق بعد العمل. بتتعب بعد الاي العمل. اتين سبعة واربعين وبرضو اختبرات كده الجزء التاني وبرضو عاوي سؤال الاستماع. بنت اسمها فاتن بتقول لك my name is فاتن انا اسمي فاتن. I do a lot of activities every day بمدرس اشتك ترعي يوميا. I always eat breakfast باكل افطاري with my family مع علتي. I don't like meat. مش بحب اللحمة. I never eat meat. مش باكلها ابدا. I sometimes speak English. بلحدث الانجليزية in my English class في حسة الانجلش. I often play tennis in the club. number one. بتفتر مع الاصدقاء الا بتفتر مع العيلة. false. I often place tennis in the club. بتلعب اليه التنس في النادي. صح. فاتن مش بتاكل لحمة او مش بتاكل. تعال نختار. I visit my grandparentes three times. او يجبزور اجدده تلات مرات في الاسبوع. I not visit them. تلات مرات في الاسبوع. يبقى دي يا ولاد. مش بيزور ما ابدا ولا افري ولا sometimes ولا اولوز طبعا. دي مش اولوز عشان مش بتروح كل يوم. يبقى sometimes احيانا. الاسبوع سبع تيام بتروح تلات مرات. يبقى نص الوقت بتروح. هاني never goes to school late. هاني مش بروح مدرسة ابدا متأخر. He not goes to school early. مش بيروح ابدا يبقى دائما بيروح ايام وبكرا يا ولاد. يبقى تنس. I not my grandparentes on saturdays. I visit always, visits always, always visit, always visits. مبدأين الاي تاخد فعل بدون اضافة. تمام. عايزين زرفة تكرار ليجي فين قبل الفعل. يبقى عايزة زرفة تكرار بعديه فعلة في المصدر. زرفة تكرار فعلة في المصدر. اهو. Always visit. how not do you read books? طبعا كما عادل المرات خدناها نهارة how often? I usually have not for lunch. بتغدى بايه? sandwich ولا فوتبول ولا بوك ولا بين. طبعا بتغدى بالsandwich. اي النقط. in bed at 11 pm. اه. verb to be. لازم يجي قبل. زرفة تكرار. طبعا اي بتاخد من قصة بتاخد ايام. يبقى عايزة ايام وزرفة تكرار. طبعا ايام always. تمام? توصيل. ريتاج always reads. ريتاج بتقرأ ايه دائما يا ولات? ابوك اطني الكتاب بالليل. how often does? ماري مجوتو زابارك. بتروح لباركة كم مرة? I often sit on hour. دائما بجلس على hour ايه? ان اه on hour. بالكوني on hot nights في ليلة الحرة. نبيل always speaks. english in english كده. بتحدث الانجليزية. we always eats shawarma on friday. how often do you? how often do you? visit? your grandparents. بوزور اجدادك. we sometimes wake up before seven اي ام. بنسحب للساعة سبعة. امل is never tired after work. لا تتعب بعد العمل. اتش كابتل اي اي اولاد انتهي لما نشرح وحالة تدريبات الدرسيني الاول والتاني من اخر واحدة معنا في مهنج الصف الخامس من كتاب بيت. الفيديو اللي جاي ان شاء الله معنا برضو اخذ درسينية درسينية تلاتة والربعة والخامس عشان نخلص الوحدة. في انتظار دعمكم المستمر بلايك للفيديوهات شير للفيديوهات اشراكوا في الكنان من طبع على صفحة الفيس بوك مسي برجب. اتنانكم نجاح برو والتوفيق بيزن لك اتماعكم مسي برجب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.